لا علاقة يحضر فيها التناقض بين المعلن والمخفي مثل العلاقة بين أتباع إيران والكيان الصهيوني فعلنا يهتف الدائرون في فلك إيران بالموت لإسرائيل صباح مساء لكنهم على الأرض أكثر من يحقق البروتوكولات الصهيونية حتى لم يعد غريبا أن تسمع لبنانيين يتحدثون عن احتمالية أن يكون حسن نصر الله ضابطا صهيونيا مهمته تأمين حدود الصهاينة بعمامة خمينية وأغرب ما في الأمر أن ما يجري اليوم تمتد جذوره نحو الأمس وعلى سبيل المثال فالحثية التي غدت بالنسبة للمشروع الصفوي الإيراني فرس الرهان تعيد تحركاتها المتناقضة وتهجيرها لليهود اليمنيين التذكير بما فعله آباء الإماميين فحين كانت الحركة الصهيونية بحاجة للمكون البشري وإثبات التوافد اليهودي من المحيط العربي دشنت الإمامة مع الكيان خط بساط الريح دافعة اليهود اليمنيين لهجرة قسرية نحو فلسطين مضيفة لقائمة الكيان المحتل عشرات آلاف الأفراد الذين تم نقلهم عبر أكثر من ثلاثمائة وثمانين رحلة سرية وتلك يد لم ينسها الكيان المحتل للإماميين فحين ثار الشعب بعدها بسنوات في وجه الإمامة مد الكيان الصهيوني يده لمؤازرة البدر وفلوله وأمده بالمرتزقة والصلاح وسانده بالطيران وتلك حقائق موثقة في مذكرات من شاركوا في إسناد فلول الإمامة بالقدر ذاته الذي تتجلى فيه الحقائق ذاتها لمن يتابع مسار الأذرع الإيرانية التي يصب أداؤها في خدمة المشروع الصهيوني رغم الشعارات المعلنة على النقيض من ذلك فالمآسي اللبنانية والعراقية واليمنية والسورية تثبت جميعها أن إيران وأذرعها لا تخطو خطوة إلا وللصهاينة فيها مكسب على المدى البعيد فليس يستفيد من نسف حضور الدولة وهيمنة الملشنة وتمزيق نسيج المجتمع العربي بالطائفية والعنصرية كما تستفيد العنصرية الأم الصهيونية